انا عملت اموت كده صوته تمام؟ ايه تمام حضرت دكتور اوكي السلام عليكم جميعا دي ان شاء الله المحاضرة الرابعة بتاعتنا في الكورس بتاع او سلسة المحاضرات بتاعت المحاضرات بتاعت ان شاء الله النهاردة هنتكلم على المحاضرة والدي هتبقى اول محاضرة من المحاضرتين يعني ان الموضوع يعني فيه حاجات كتير فلو طولت وعملت كله في محاضرة واحدة ممكن مثلا تبقى ثلاث ساعات ولا حاجة فيبقى كتير تمام فنرجع للخليطة بتاعتنا احنا خلاص عملنا الرف قولنا زي ما احنا زي ما قولنا قبل كده احنا عندنا estimating وعندنا انا على اساس خلصنا الرف estimating وفي الـ detailed estimating خلصنا الـ labor والنهاردة هنبدأ في الاكواب انا كنت عامل غلطة في الـ diagram تلخبط مرة فايت وحطيت البنوت دي تحت الماتيريال ليه زي الـ earthwork والconcretework والكلام ده لا هما دول مفروض يعني band كامل ففيهم كل حاجة فدول بنحطهم يعني equivalent للبقين كمجرد امثلة تانية فان شاء الله النهاردة هنبدأ نغطي الـ equipment cost نرجع التانية للخريطة بتاعتنا الـ price بشكل عام احنا ما زلنا بنحسب الـ costs احنا ما زلنا في الـ direct cost خلصنا الـ labor cost دلوقتي هنبدأ نحسب الـ equipment cost عشان بعد كده نحسب الـ direct cost كلها تمام فبشكل عام لما بنتكلم على المعدات يعني من اول معدات صغيرة لحد يعني لما بنتكلم على الـ يعني مثلا لو عندك مثلا tower crane فالـ tower crane ده مثلا اللي هو الكرين البورج فده بدأت تعتبر بالمعدات لو انت عندك يعني loaders صغير خالص اللي هو الـ popcat اللي هو بيخش جوه المبنى ويشتغل جوه المبنى لو عندك loaders كبيرة عندك scrapers عندك front shovels او اي ان كان فكل الحاجات لو انت مثلا شغال في طرق وشغال مثلا عندك roller او هراس وماكنة الاسفلت وكلام ده كله فكل دي تعتبر من الـ equipment بتاعتك نوضع الـ estimate انك تعمل estimation الـ cost تاعت الـ equipment يعني عشان كل ما تحاول تعرف الـ level accuracy كل ما تبقى صعبة شوي يعني الـ equipment يعني tricky شوي انك تتعامل معه جزء وجزء من انت يعني اللي بيخليها صعبة جزء من انت بتشتغل بيخليها صعبة ان انت تحسب الـ cost ان انت يبقى عندك قارات كتير زي مثلا قرار ان انا اشتري المعدة ولا اعمل لها ايجار طويل المدى اللي هي الـ lease او اللي اعمل لها renting ان انا مجرد اقجرها مثلا باليوم او بالاسبوع او كلام من انت ان الكلام ده بيفرق في الاقتصاديات بتاعت شغال نفسك يعني ممكن مثلا لو انت مثلا خدت مثلا مشروع مثلا طريق مسك التجديد طريق مسك ندريل الصحراوي فساعدة لا انت ممكن تقرر ان الاختيار الاقتصادي ليه اكتر كشركة ان انا اشتري اشتري مثلا كزا لودر احسن مؤجرهم هيبقى اوفر لي ان هو اللي بيأجرلك ده بيبقى حطيت overhead وحطيت مكسب لي وكلام من ده فانت طبعا انت هتعرف تشغل عندك او اشغال للوادر دي لفترة كبيرة جدا وشغل كتير جدا فربما ساعدة تقول لا انا اوفر لي واحسن لي واختيار اقتصادي احسن ان انا اشتري اللوادر دي ولو انت عندك شغل كتير فانت بتقول لا انا كده حتى لو خلصت المشروع ده اللوادر دي هتروها في حتة تانية عشان كده مثلا شركات كبيرة مثلا مثلا زي عثمان احمد عثمان هم عندهم المعدات بتاعتهم في الاكلة لا يحتاجش اجر معدات ان هو اوفر له ان هو يشتري معدات ان هو طالما الشغل وعطول عنده حفر غير مثلا لو انت مثلا اول بتبني فيلا الكلام من ده على قدك فانت في النهاية بتحتاج مثلا الحفار ده مثلا بتحتاجه مثلا مرة في المشروع انت مثلا بتعمل اربع فيلا في السنة مثلا فكل فيلا مثلا فتلاقي ناستك في النهاية في السنة دي كلها بتحتاج الحفار مثلا شهر او شهرين ففي النهاية لو انت اشتريت حفار انت مش هتستعمله غير الشهرين دول ويقعد عشر شهور عطلا او هتأجروا بقوا كلامين فاسهل لك لا انا اأجر من الاول فجزء من الاكوبمينت بيخليها صعبة ان انت بتاعك ايه في الاساس انا هأجر ولا هشتري زي ما قلت الماينور اكوبمينت في كتير من الاحيان يعني بنخلقاش في اعتبارنا وبنركز بس على الاكوبمينت الكبيرة واخيرا يعني اغلب كل مشروعات بيقى فيها نوع الاكوبمينت بنفرق لما بنيجي نبتكلم على الاكوبمينت يعني اهميتها ويعني تقدرنا ليها بيختلف من المشاريع الريزدينشيال على الانفرستركشيال او الانير المباني فالمباني لو انت مثلا بيتبني مثلا عمارة مول كلامين ده فانت احتكاكك بالاكوبمينت في حاجات محدودة زي مثلا في الحفر في الصب بتاع الخرصانات كلاميند بعد كده بتبدأ الاكوبمينت بقال يعني ده مثلا كان سيرفي معمول على اظن بيجين في الصين او شانجهاي مش فاكر بس يعني ده كان انا بس جايبه مجرد عشان تحس بالرقم انه في ناية لما جاي قسم الكوست دي يعني حتا تديت ديتا قديمة بس هي تديك انه يهمني النسب يعني هو بيقسم الكوست بيزد على الاكوبمينت والليبر والماتيريال فبالنسبة اللي هي المباني او الحاجات الريزدينشيال السكنية او التجاري السكنية في الاغلب فتلاقي الماتيريال هي اكبر واحدة واخدها حوالي 60% بينما الليبر بتاخد لها مثلا 12% بعد كده مثلا الاكوبمينت واخدها 9% من التوتال كوست ففي النهاية ده حجم الاكوبمينت بينما لو روحت للإنفراستركشور بالذات مثلا لحاجة زي الطرق كلام من ده بتلاقي الاكوبمينت بتحمل عليها جامل إنفراستركشور يعني الذات اللي هي اللينير يعني الطرق شبكات مية شبكات صارف كلام من ده فتلاقي فدي مثلا كان احصاء سنة 2000 عاملال دي اللي هي الادارة في امريكا الفيدرالية المسؤولة عن الطرق السريعة والكلام ده فكانوا بيتكلموا ان يعني في الجزء بتاعهم بتاع الاكوبمينت يعني بتاخد لا يعني طبعا مش الاكوبمينت بس يعني بتاخد الوفرهاد والكلام ده بلص ان هم اصلا يعني بيجيبوا ساب كنتراكتور كتير بس هي كرقم تقريبه 40% فحاط لو الرقم ده مش اكريت قوي بس يعني عاوزك تحس وتقارن بالارقام ففي الانفراستركشور الاكوبمينت لا بتاخد كم كبير بينها ممكن في المباني بتاخد كم اقل نسبة لبقية الـ فده يهمين انك يعني تحس بس يعني النسب دي مش رقم ما هتعمل بي حاجة بس عاوزك تحس بالرقم نفسه شكوين تمام لما اجي اختار الاكوبمينت بتاعتي انت بتختار يعني لسبب بسيط يعني انت لو كنت تعرف تعملها بعمال كنت عملتها طب انت ليه بتجيب اكوبمينت انت بتختار لسببين اولا هتاخد وقت قد ايه وقال الكوست قد ايه وكلمة وقت دي كمان بتحولها الكوست في النهاية ممكن الموضوع كله نختزله في الكوست اللي هو في النهاية التكلفة قد ايه انك بتجيب مرتبات بتترجمهم لتأخير سواء مثلا في البند بتاع العقد التأخير ده هتدفع تمان وقت ايه او بتجيبهم التأخير في الـ انه هو في النهاية يعني انت مثلا اشتريت الارض فانت اشتريت الارض دلوقتي طول ما هي قاعدة كده ما بتبعش كل وقت ده بيعدي فده بيحسب عليك وده بيحسب عليك او فرصة الاستثمار الضائع ممكن اتسمي الفلوس ده في حاجة تانية بس هي عطلت اكتر لان انا بطيق في الشغل فجزء بتاع الـ time بيسمع في الكوست فانت في النهاية الـ object بتاعتك عشان تختار احسن الـ equipment هي الـ equipment التي توفر لك اكبر قدر ممكن من الكوست الا لو يعني فيه تثناءات الا لو مثلا انت مثلا لسبب مستعجل جدا فسعيتها لا ممكن يعني تتغضع عن الكوست شوي عشان خاطر السرعة مثلا حاجة مثلا زي المشاريع القومية مثلا فانت مستعجل جدا مثلا فمحتاج انت الاول لازم يخلص في فترة ما معينة لسبب ما معينة وفي الغالب برضو هي بتسمع في الكوست بشكل تاني بس على لفل اعلى من المشروع بكثير مثلا مثلا الحكومة او الاقتصاب بتاع الدولة او الكلام ده في الغالب دائما بتليها برضو بتسمع في الكوست بس عيطها الكوست دي خارج ايديك اصلا وخارج ممكن تكون خارج ادراكك انت كمدير مشروع يعني مش هتعرف تلمس انها تبقى حاجة مثلا في الاقتصاب بتاع الدولة نفسه فدي يعني اول واهم تاني كريتيريا انت بتختارها يعني بتستعملها عشان خطر تختار بتاعتك انت بتشوف الابيلتي بتاعتك يعني ما تجيش انت بتحفر في صخر مثلا وتجيب حفار اللواء بالكباش عادي فده لا مش هينفع فانت في نهاية بتشوف الابيلتي فانت ساعترق محتاج جاك هامرز وكلام من ده عشان تحفر معاك ومعدات متخصصة انها تحفر في الصخر مش تحفر في الرمل وكذلك العكس فانت بتشوف الابيلتي الاحسن عشان تختار عليها وفي نفس الوقت بتكون جزء من الكوست انت بتكون سواء الموضوع سواء الموضوع بتاع الوان والاوبراتين كوست اللي هنتكلم عليها دلوقتي او موضوع الفينانسينج لو انا هفينانس التكلفة المعدة دي ازاي بالذات لو انا هشتريها او هعمل لها ايجار طويل الامن وهنجيلها بالتفصيل قدام انت ممكن ان تعملي المشروع المعدة دي مش احسن معدة فيه معدة تانية احسن منه بس ان هت تشتري المعدة اقل في mäين او فى اين مناسبة اقل عشان خاطر المعدة دى هتعرف إستعملها فمشاريع تانية انما لو جبت望 المعدة اللي هي أحسن معدة دى هتعتشد في المشاريع الانية من المشاريع الفستعمل فانت فانية تظتيع من الاسكاوب بطاعك ان انت المشروع بطاع المشروع القطاع او تدير شركة كاملة انت تبص على الاسكوب بتاع المشاريع كلها وقدراتك الشركة والكلام ده حاجة تانية برضو فقط الاكوبمنت يعني في النهاية انت ممكن مثلا بتأجر معدة مثلا وتقول احسن معدة هي دي بس المعدة دي مش متاحة في السوق مسحوبة مثلا حد مثلا الناس كتير بمؤجرها مثلا فانت عشان تبقى افلا بوليك مثلا مش قبل شهر او مثلا في السوق مثلا مش متاحة و لسه هتتشحن لك من بره مثلا كلام من دي فالوقت اللي هتوفره لك في الشغل هتلاقيه ضعف الشحنة او زيادة فساعة تقول لا خلاص هختار معدة تاني او مشكلة في القطع يعني بذات لو انت مش انت اللي بتصنع المعدة يعني احنا اغلب كل الهيئكوب منت بتاعتنا مستورد فيقول لك مثلا لا زيها زي العربيات مثلا يقول لك المركة دي في الصيانة مش حلوة مثلا او قطع الغيار فيها غالية جدا او قطع الغيار اصلا بتلاقيهاش كتير او مش افيلابل او كلام منت بس فدي بعض الكريتيريس فيه كريتيريس تانية دي بعض الكريتيريس تانية طبعا فيه بس يعني ده كده يعني ملخص عام ووفر فيو تمام الكوز زيها زي بقية الكوز هي بتتكون من نفس التلاتة باريابلز بتاعه كمية شخل بتقسمها على البردكشن ريت بتاعك عشان تشوف الوقت تقديه اللي انت هتحتاج فيه المعدة دي وفي النهاية تضربها في تكلفة المعدة دي كفانكشن في الوقت يعني المعدة دي بتقف على كان في الساعة او كان في اليوم وهكذا ففي النهاية كمية الشغل زي ما قلنا بنجيبها من الحصر انت بتعمل حصر الكميات مثلا الكلام مثلا على حفر مثلا فانت قريدي خلاص انت عندك الرفع المساحي وعندك المناسيب فانت عملت حصر كميات الحفر والردم لو انت محتاج تعمل احلال كلام منت بعد كده البردكشن ريت بتجيبه جزحة ممكن تجيبه من السبليرز فانت مثلا هني هنيجي فيها قدام في الموضوع مثلا بنتكلم مثلا على موضوع اللي هو بس يعني كده كلم مبدئي يعني مثلا انت مثلا بيقول لك مثلا ال cattle pillar مثلا بيقول لك مثلا من ال options اللي قدامك مثلا loader موديل معين فانما تروح تبص على المانوال بتاعه فتلاقي cattle pillar يعني يقدر ينتج كذا في الساعة الساعة بتاعته كذا لو حفر مثلا يقول لك الساعة بتاعته ان هو مثلا ينزل بالكباش ويقطع في طربة الماء بياخد مثلا كذا ثانية بعد كده عشان يلف نفسه وكذا ثانية مش عارب ايه ففي النهاية الساعة الواحدة بتاخد لها مثلا دقيقة والساعة دي بيتميلي مثلا ساعة الكباش بتاعك مثلا اثنين متر او ايا كان نوع الطرق بتاعته فبتلاقي مثلا الساعة ساعتها ممكن بيديك data كتير عن الانتاجية وبيديك جزء عن الكوستبرت بيديك جزء عن مثلا تكلفة المنترنس مثلا بيحتاج يغير مثلا زيت قد ايه كويتش كل قد ايه لو كرولر لو محتاج يغير الجنزير بتاعه كل قد ايه الكلام منه او بتعتمد على publish data زي ما كلمنا قبل كده على rs means فrs means مثلا في حاجات مثلا بتتكلم على heavy construction مثلا مشاريع مثلا بنية التحتية الكبيرة والكلام ده فهتلاقي متخصص اكتر في الكلام ده او لو انت عندك تاني data base ولو عندك data base طبعا بتبقى شيء عظيم بالذات لو انت اللي بتمتلك المعدات فانت عارف انت عارف المعدة بتاعتك مش محتاج تبص على cattle pillar انت قردي انت ان ساعتها انت بتدخل مش المعدة بس لا بتدخل كمان مهارة السواق بتاعك فساعتها حتى لو المعدة تقدر تعمل السايكل ديه في ديئة بس السواق بتاعك مثلا ضعيف مستواك فهو بيعمل في ديئة ورقبها فخلص فساعتها بتعتمد على ديئة بتاعتك ان هي اكثر ديئة وفي النهاية احنا هنركز دلوقتي على ال R اللي هي المعدة دي بتوقف علي بكام فالكوزتي دي بتتكون من نوعين من ال cost ال acquisition او ownership cost اللي هي تكلفة الاستحواز او امتلاك المعدة زائد زائد ال operation cost اللي هي تكلفة ان انا استعمل بقى المعدة دي يعني مثلا بنزين بتاعها مش عارف ايه كلام انت دي التفصيلة بتاعته فال ownership او acquisition cost بتتكون من كزا حاجة depreciation depreciation اللي هو اتهالك يعني انت اشتريت المعدة دي مجرد ما اشتريتها قيمتها بتبدأ تقل ان هي خلاص بتبدأ تقدم عاملة مثلا زي خليها مثلا 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 مسائل عربيات تاني بحيث الناس كلها يعني عارفة العربيات تبقى اسهل انت مجرد تشتري العربية مجرد ما اشتريتها لو جيت بيحها تاني بتلقمسك باعتها بسعر اقل انها بيسموها كسر zero طب ليه معي ايه نفس العربية انا اقولك طب ما اشتري واحدة جديدة خالص من الاجانس احسن فالمعدة بتتهالك مع الوقت سواء بسبب استعمالك لها او حتى بسبب ان الموديل اللي بتاعها بيقدم مع الوقت فدي بنسميها depreciation وهنا هنتكلم على السلوك بتاعها قدام الكوست التانية هتبقى الinvestment او الفينانس في النهاية المعدة دي انا ندفع فيها فلوس فالفلوس دي انه هو سواء بقى انا مسلا خط قرض عشان اشتري المعدة او المعدة دي اشتريتها بفلوس فالفلوس اللي انا اشتريتها من جيبي دي طب الفلوس دي هممكن استعمالها في مشروع تاني او استثمرها في حاجة تانية وما عملتش كده فدي بنسميها الinvestment cost ففيه اللي هي تكلفة الستثمار اللي ما تعملش بقى كده بتدفع تأمينات insurance بتدفع ضريب بتدفع تكليف للstorage ان الاخر المعدات دي محتاجة جراجات وممكن تكون محتاجة يعني تشوين بشكل معين كلام من ده وبعد كده جزء من الownership cost اللي هي العمرة او التصليحات الكبيرة او العمرة اللي هي measure repairs and overhaul فدي كده الownership دي تكلفة تكلفة امتلاك المعدة بعيدة عن المعدة نفسها ممكن تكون المعدة واقفة على الارضة بتشتغلش بس استيل انت بتدفع الكوست دي بينما الoperating cost هي تكلفة تشغيل المعدة دي بقى بتعتمد انت بتشغل المعدة كام ساعة في السنة او كام يوم في السنة واتفر انت بتحسبها ازاي بظروف التشغيل ايه لما مثلا loader مثلا شغال مثلا في compound villal مثلا خدمي مثلا بينقلوا حاجات كلام من ده غير ما يكون loader في محجر فالloader المحجر مثلا لا بيشتغل يعني بشكل الاهلاك بتاعه اعلى بكتير فالoperating cost تعتمد على الحاجات دي فبتعتمد على مثلا استهلاك الوقود fuel cost service اللي هو تغيير الحاجات اللي هي بتتغير روتيني زي مثلا زيت الكلام ده تكلفة التصليحات الروتونية او التصليحات الصغيرة تكلفة الكاوتش الكاوتش اللي بقى ديه تكلفة منفصلة special items زي مثلا loader مثلا السكينة بتاعته مثلا بتبوز مع الوقت او تكسرت فبتغيرها كلام من ده واخيرا الأجرة بتاعت اللي بيسوق المعدة الoperator wage بس نممكن واحنا بنبص على التكلفتين كده بعد ما بفهمناهم نبدأ نربطها عشان تفهم اكتر وليسة نجيلها قدام بالتفصيل بس عشان دلوقت بشكل ما بداية تفهم اكتر حتة ليه انا بقارن بقول انا ممكن اشتري او اقجر او انا اعمل ايجار طويل مدازاليز ان الساعتها بعض من الكوز ستختفي وبعض من الكوز ستظل يعني تفضل موجودة في الثلاثة الا لو انت مثلا تعاقدك مثلا مع الشركة مثلا اللي هو لا انا الايجار بتاعي مثلا بتاع loader وده يبقى موجود كتير بالذات في المشاريع اللي هي بسكيل صغير والمشاريع اللي حيبون عليها هي الشغل البلدي اللي هو ساعتها الحفار بيجيلك بالسواء بتاعه غير مثلا لو شركات كبيرة لا الشركات الكبيرة هي بتأجرلك المعدة وممكن ساعتها بتديك ان هم يقوموا بالسيربسيس دي كلها غير كده انت ممكن تقوم بها فهتلاقي لو انت هتأجر المعدة مش معندكش ownership cost بينما لو انت اشتريت المعدة هيبقى عندك ownership cost بس إلي خليه ممكن اختار دي مختارش دي ان ساعتها لو انا اجرتها بس فيه overhead المكسب بتاع الراجل بيأجرها لي فممكن ساعتها لو انا استعمل المعدة كتير لأ انا يبقى اوفارلي ان ادفع ownership cost علي ان ادفعه هو overhead وهكذا يعني ده بس كده يعني تفصيل مبدئي وهنجلب التفصيل المحاضرة الجاية ان شاء الله هنبدأ ان الكلام هنقول ارشيف cost مبدئيا لو حد يعني تعار الموضوع تلاقي الناس بتشرحه بطريقة امام الطريقتين فانا هنا حاول يعني اقول الطريقتين بحسب ان الناس ملمة باكبر قدر ممكن النزبت يعني بتحسب تكلفة الناس متعددة تحتاج الناس مما بالاقصة الي امام بالاقصة الي ساتنية دي طريقة و الطريقة التانية الي هى بتاعت التاعت الناس مما بالاقصة الي اختيارة و اختيارة بين الطريقتين سعاب يعتمد على الـ وبريفرنس متاع الشركة سعاب يعتمد على اي اي مثلا بيبقى اكتر دقة عندكم في الشركة بيعتبر اكتر دقة و مقارب الحقيقة او مثلا الـ Data available كل طريقة مدول لما هنشوف بتحتاج نوع من الديت فايه الديت الابيلابول وطبيعة البيئة اللي انت شغال فيها يعني مثلا هل مثلا البيئة مثلا الانفليشن ريت مثلا بيتغير بشكل او اللي هو التدخم بيتغير بشكل عنيف مثلا فانت محتاج تاخد التايم فاليو في الاعتبار بشكل قوي جدا انه مثلا تدخم سريع او بيحصل مثلا فلاكشواشن مثلا زي مثلا ساعة باطل 2018 كان فيه فلاكشواشن عالية فساعدا انت محتاج تاخد طريقة بتاخد في اعتبار هالكلام ده فساعدا يكون ده افضل او انت مثلا بتدور على فرمات معين للأوتبوت بتاعك ان انت مثلا انا عاوز مثلا اطلع مثلا الكوستر المتوسطة للسنين كلها مش لكل سنة فساعدا تقول مثلا استعمل الطريقة دي احسن وهنيجي بالتفصيل نوضح الموضوع ده بيشتغل ازاي فانا دلوقتي هبدأ الشرح بالاوري الفروق بتبقى عاملة ازاي لما لو هعملها بالتايم فاديو تمام اول كوست انت بتتفحها زي ما احنا قلنا اللي هي الديبشيشن كوست هي مش اكتري كوست بتتفحها من جيبك ولكن هي خسائر انت تتخسرها نتيجة ايه نتيجة ان المعدة بتاعتك انت اشتريتها فاولا باشتريها منها بتقدم ايجينج بحصلها هوير بتبدأ تتهالك بسبب الاستخدام بتاعها وبحصلها تتدور او سعب ببقى يعني خلاص يا امام غير مفيدة بقيتش استعملها تاني خلاص محتاج تجيل بوحدة جديدة في النهاية يعني هي المعدة بتقدم بسبب العمر التاعها او بسبب او كمان بسبب ان هي بتبدأ تتهالك بتبدأ تتعب من الشغل والكلام ده وضبوص طيب بنحسبها ازاي؟ طبعا الطرق بتاعت الديبشيشن تحسبها يعني كثير ما فيش يعني ما حدش ادقول لك احنا بنحصرها بكده وممكن ان تكون في شركة معينة تقوموا عندهم السيستم بتاعهم جوه الشركة بيعملوا بطريقة مختلفة بس في النهاية الفكرة تفهم الكونسيبت وتعرف تستعمل معا فاول طريقة بتقولك straight line method اللي هي ايه؟ هي علاقة خطية تكلف الاسف القيمة بتاعت المعدة بتقل بشكل خطي مع الوقت يعني انا خلاص انت مثلا شاري لودر مثلا انت عمره ست سنين عندك او عشر سنين بعد العشر سنين دول هتبيعه سواء بقى هتبيعه لو هو مش هشتغل خاص هتبيعه اخر ده او هتبيعه يعني لش حد ثاني يستعمله انه ما بقاش يعني ما بقاش اختيار اختصالي حلو نتفعامل بيه فبيبيعه ففي النهاية فانت مثلا اشتريته باثنين مليون وهتبيعه بنص مليون فهو في النهاية عشت خمس سنين مثلا ففي النهاية معنى كده ان هو قيمته هتقل مليون ونص خلال خمس سنين فالقيمة دي بتقل بشكل خطي دي اللي straight line method The sum of years method بتقولك لا ودي اكثر واقعية بتقولك ايه بتقولك لا هي بتقل في الاول القيمة بتقل في سرعة بسرعة ومع الوقت بتبدأ السلوب يقل مع الوقت يعني سرعة انحضار القيمة لا بتقل مع الوقت فالسلوب ببقى يعني هنا الانحضار ثابت بينما في sum of years method بتقولك لا هي بتبقى سريعة في الاول يعني الانحضار في القيمة هي بتبقى سريعة في الاول وبعد كده الانحضار في القيمة يعني بيبدأ ايه يقل يقل حد ما يثبت عندي وصف اخر نقطة بتاعة السلوبج ال double declining balance method بتقولك لا ده هي بتنزل double بتنزل بسرعة جدا وبرده معلومة يعني فيه ناس بتقول لا مش شرط double يعني ممكن تكون فكتور تاني غير double double يعني اثنين ضعف لا ممكن تكون مثلا 1.5 ايه 1.6 او اين كان بس هي الفكرة ايه في ال double declining انها بقولك لا ده انت بتنزل بسرعة لدرجة ان انت بتوصل اصلا لل salvage value قبل ما بتخلص الخمس سنين بتقع عمر المعد يعني هي بقى قيمتها نص مليون احنا قلنا انها باثنين مليون وهبيحها بنص مليون هي بتوصل لقيمة النص مليون ده اصلا قبل ما تخلص خمس سنين يخلص ممكن تصلها مثلا للسنة التالتة او السنة الرابعة فقيمتها بتقل بسرعة جدا وطرق الحسابات دي بالذات بتختلف كمان في موضوع الدرائب ان انت في مثلا ضريبة اللي هي بتاعت ال property tax اللي هو انت في النهاية المعدة دي property league ملكية فانت بتدفع ضريبة عليها ففي النهاية فالضرائب بتاخد في اعتبارها موضوع التهالك ده فساعتها انت ساعتها انت ما ينفعش تقول والله انا حسبت بالطريقة الفرانية التهالك وتفضلوا الفلوس هذه بتاعت الدرائب لا ساعتها انت ملتزم ان انت تتعامل تحسب بالطريقة هيئة الدرائب بقيت لك عليها فهو ما سقولك مثلا احنا بنستعمل double declining balance method يبقى لات انت استعملها حتى انت شافها مش منطقية خلاص منطقية او مش منطقية دي ليك انت وانت بتحسب الكوست بتاعتك بتاعت المشروع بينما لما تيه بتحسب الحتة بتاعت الدرائب لا تحسبها بالطريقة بتاعته فعشان كده في سببين احنا عندنا كذا فريقة للحسابات اولا عشان الدقة انت بتعمل في ايهم اضاق ثانيا عشان خاطر الدرائب وتاني زي ما قلت الدرائب انت ملتزم بالطريقة بتاعت الدرائبين فعشان انت تخترع طريقة من عندك تمام مجرد نقاش يعني عشان بس يعني نفتح الموضوع في ادهنة عن يعني بتاع بتاع المعدة في سناريوهات مختلفة سواء سيناريوهات بسبب الاستعمال بتاعك او سيناريوهات بسبب الاقتصاد فهنا مثلا ان المعدة مثلا بتتهالك بشكل طبيعي وممكن يكون لي استخدام ثانوي ثانوي فاتليها مثلا ايه هي بتقل بشكل سريع بعد كده هي بقت تقل بشكل اقل شوية بقت تقل بشكل سريع تاني زي مثلا ايه عندك مثلا لودر مثلا وساعته مثلا كبيرة فجي مع الوقت بدأ يقدم فانت بقيت تشغله بساعة اقل فكأنك يعني كأنك يعني قديته يعني عمر جديد فبدل ما كانت قيمته بتقل بسرعة في الاول انه خلص طبيعي بيقل بعد كأنك لما انت حطوه في كاتيجوري تاني بتاع احمال اقل بقى ستلقى رجع بقى يعتبر قوي تاني ويقدر يعيش اكتر فكأنك مددت في عمر شوية فبيحصل له مد وعاكة في الاخر بقى لو ما يبوس خلص بيتهالك خلص فدي اللي هي السيمبل ومع وجود second reapplication مثلا المعدات اللي هي التقيلة اللي هي بيبقى ليها مخلية او مخصوصة قوي دي depression بتاعتها بتبقى اقل ما بتنزلش بسرعة قيمتها لا قيمتها بتقدر مسك نفسها بالذات لو هي well maintained يعني احنا لو افترضنا اننا هتطلعنا موضوع الصيانة برا الموضوع وان انت بتصين المعدة بتاعتك بشكل كويس جدا ساعتها قيمتها بيتقلش بسرعة ليه ان المعدة دي زي ما انا قلت هي تقيلة المعدة تقيلة اللي هي مخصوصة قوي فهي اصلا يعني الناس محتاجاها فانفيش اختيارات اللي الناس يقولك لا ومركت كزا احسن ولا المورد ده احسن الناس ما عنداش الرفاهية بتاعت الاختيار المعدة فالمعدة يعني ماسكها قيمتها بحتفظة قيمتها بسبب ان هي يعني مش متاحة قوي فلا فالناس يعني ايا ان كان هي متمسكين بالمعدة تالت بيهيفير ممكن تبص عليه لو فيه مثلا الموديل الجديد غلي في السعر قوي مرة واحدة اسهل مثال لو مثلا ساعة التضخيم التضخم اللي حصل في مصر في اخر 2018 لما حررنا سعر الصرف فساعتا انت شاري المعدة وقيمتها بتقل انت مثلا اشتريت مثلا باتنين مليون بس هبيحها بعديها باتنين مليون ونص طيب ازاي ان هي المعدة الجديدة لدلوقتي يبقى بتلاتة مليون بسبب تغير سعر طيب انت ارقام يعني ارقام مجازية يعني طيب ايه اللي حصل ان سعرها زاد طبعا هو سعرها زاد بس اقمتها ما زادتش انها اتنين مليون دول كانوا بكم دولار لما انت شاريتها بقى بكم دولار اتنين مليون ونص دول بكم دولار دول وقت ما جيت انت ببيعها بس هي كبهيفير كسعر كفاليو عليت فهي ليه عليت لان حصل تغير في البيئة الخارجية بتاعت الاقتصاد فسعرتها انت بتبيحها باتنين مليون ونص والناس مبسوطة بتشتريها منك ومستعدها تدفع نص مليون الزيادة عشان يجديها بتلاتة مليون فهو كده اوفر لهم منهم يشتريها منك انت باتنين مليون ونص انها مستعملة حاجة تانية مثلا زي مثلا انت مثلا multiple service life application يعني ايه انت بقى عندك يعني انت مثلا كان عندك مثلا loader مثلا وبعد فترة خلاص بدأت هالك خالص رحت قراط نقضة هتنحيي عن اعمال الحرف واتشغله بس كجرار فانت بس بستعمل المطور فسعرتها كأنه بقى معدة تانية بقيمة تانية بlife تانية خالص وطبعا التيل ده بيزيق بممكن يعلى او يقل على حسب التضخم والكلام ده بس ايه الفكرة في انه ايه ان انت غيرت ال function بتاعت المعدة خالص فكأنك بقى بتعمل مع معدة جديدة بقيمة جديدة ممكن تتغير او تزيد او كلام ده فدي بس يعني مجرد سينوريهات لتفتيح افاق بتاعتنا ازاي القيمة بتاعت المعدة بتتأثر بتتأثر البيئة اللي حواليها بتتأثر باستعمالك ليها والكلام ده تمام فزي ما قلنا عندنا التلات طرق ال straight line method وال sum of years digits method وال double declining balance method فال straight line زي ما احنا قلنا هي العلاقة خطية فتبقى بسيطة انت بتقول والله الاتهالة كلها هيحصل اللي هو زي ما احنا قلنا ال 2 مليون ناقص النص مليون بتاع ال salvage بقى مليون ونص ناقص ال tires ليه ال tires اللي هي حسابات مختلفة الكويتش ليه عمر مختلف اصلا فانت يعني انت مثلا لو المعدة مثلا بتعيش عشر سنين ما ينفعش تحط الكويتش في النص ان الكويتش ده اللي هي عمر مختلف الكويتش ممكن يعمل سنة ويبوز او ايا كان طريقة او حسب استعمالك وإهلاكك للكويتش فالكويتش ليه حسبة مختلفة فعشان كيه دايما بتناقص ال tires فالكمية الفلوس اللي هي اللي بيحصل لها ال depreciation بتبقى ال initial cost اللي هي 2 مليون ناقص ال salvage اللي هي مثلا نصف مليون ناقص الطير اقول مثلا الطير مثلا ال set مثلا بمئة الف مثلا او ايا كان ال set مكام ايها مجموعة الكويتش الاربعة فبتقول والله فده دي ال amount تبقى depreciated وتقسمها لعمر المعدة اللي هو الخمس سنة فتبقى لها خطية خلاص وكل سنة انت بتقل ل x x x x x x وهكذا ثبت الطريقة الثانية بتقول لك لا زي ما احنا قلنا انت بتنزل بسرعة في الاول بعد كده the curve بيقل انحضاره فبيقول لك ايه انت بتقول والله year digit مقسومة على sum of years يعني ايه year digit انت مثلا قلت مثلا المعدة مثلا عمرها خمس سنين فال digit بتاع السنة الاولى هتبقى خمسة ال digit بتاع السنة التانية تبقى اربعة التالتة تلاتة اتنين واحد يعني انت بتعكس السنة الاولى اللي هي بتبقى عادة السنين الكلي اللي هي ان السنة التانية انه نقص واحد السنة التالتة انه نقص اتنين وهكذا مقسومة على السامو فير اللي هي مجموع السنين واحد زائد اتنين زائد ثلاثة زائد اربعة زائد خمسة ولو حد متلخبط انا هدي مثال بالارقام دلوقتي مضروبة في ال amount to be depreciated اللي احنا قلنا عليه دلوقتي طالت طريقة double declining مثل هي لا هي بتحط فاكتور اللي هو اتنين احنا قلنا هنا اتنين ليه عشان هي double لو انت في فاكتور اخر ممكن تستعمله ممكن براحتك على حسب الشغل عندك ماشي ازاي مقسومة على service life اللي هي عمر المعدة مضروب في ال book value اللي هي قيمة المعدة السنة دي انا دلوقتي ما بقاش عندي قيم لل depreciation لكل سنة لا بقى كل سنة لها عندي book value وهوردها في ال example دلوقتي لو حد متلخبط تمام فده مثال انت دلوقتي عندك حفار كويتش رابر ويلد بقول لك يحسب لي الانيوال depreciation بتاعه لو هو انت شاريب مليون ونص وهتبيع ب 600 الف والset of tires بتاعته اللي هي طقم بتاع الكويتشاب بتاعه باربعين الف assuming ان هو هيعيش سبع سنة فاول حاجة نحسبها بال straight line method فانت هتقول والله فزي ما قلنا كمية الفلوس اللي تهلكت قد ايه هي السعر الاساسي مليون ونص شيل منه depreciation شيل منه قسف ال salvage دي فلوس اللي انت هتاخدها لما تيجي تبيعه فانت مخسرتهاش 600 الف وشيل منها الطير عشان دلي حزبه لوحده بس وتقسمها على السبع اللي هي السبع سنين عشان احنا بنقسم الفلوس اللي هتقل اللي هي depreciated على السبع سنين تيبقى 260 الف على السبع سنين فانت كل سنة قيمة الحفار بتاعك بتقل ب122 الف وشوية ده كده لو انت افترط ان هي التهالج بتاعه خطي طيب لو السامة الطريقة التانية اللي هو هينزل بطريقة السامة of years فبتحسب له كل سنة فاول سنة زي ما احنا قلنا بتحط ال digit اول حاجة فاول سنة اللي هي تبقى اعلى digit اللي هي ان اللي هي سبع مقسومة على مجموع السنين اللي هي السامة of digits واحد زائد اتنين زائد ثلاثة زائد اربعة زائد خمسة زائد سبع مضروبة فيه الاماونت اللي هو بيحصل له depreciation نفس الاماونت اللي هنا بالظفر 860 فاول سنة هيقل كام ميتين وخمسة عالف تاني سنة الارقام كلها زي ما هي اللي تغير ال digit انها بقى تقل ناقس واحد فسبع ناقس واحد بستة فساعتها هيقل بكام تلاقي ساعتها لا depreciation بيقل ده اللي احنا بنقول انه الكيرف الانحناء بتاع الخط الانحناء بتاع المنحنة بيقلم على الوقت بيبقى هورزونت اللي بيرجع يبقى أفقي تاني فهتلاقي فلو جيت في السنة الثالثة مثلا هتلاقي أقل هتلاقي مثلا 140 مثلا السنة الرابعة وهكذا لحد ما هتوصل في الآخر خلاص هتوصل ناقسك وصلت عند السنة السبعة وصلت للقيمة اللي هي 600 ألف فدي كده ثاني طريقة ثالث طريقة اللي هي double declining طيب فدي بنحسابها وقلنا زي ما قلنا بيزيد عليها في الحسابات اللي هو موضوع البوك فاليو اللي هي القيمة اللي كل يعني بحتاج ان احسب القيمة بتاعت المعدة لكل سنة عشان أعرف احسب declining فانت أول حاجة بتقول القيمة المادئية بتاعت المعدة كام اللي انا اشتريتها بيها مليون ونص شيل منها الكويتش عشان دا قلنا دا لي حسابها مختلفة فبقى مليون وربعمائة وستين ألف دا كده عند السنة صفر لو وقت ما انا اشتريت المعدة قيمة هكذا بعد كده عاود اشوف قيمتها هتقل لقديه في أول سنة فبدروحها في الفاكتور فهو اثنين على عادل السنة يبقى اثنين على سبعة مضروف فيه المائة وستين ألف فيبقى انا المعدة بتاعتي هتتهالك أول سنة هتخسر من قيمتها ربعمائة وسبعتاشر ألف دا كده أول سنة تاني سنة هي قيمتها هتقل اثنين على سبعة من بوك فاليو بتاعتها فالبوك فاليو بتاعت المعدة في أول السنة الأولى كانت هي عند السفر وعند نهاية السنة الأولى اللي هي بداية السنة التانية اللي بحث بها عند السنة التانية هتبقى كم؟ هتبقى القيمة اللي هي مليون ربعمائة وستين ناقص اللي هيتهالكيته في أول سنة فدي كده قيمتها في أول السنة التانية فهي هتخس كم في السنة التانية؟ هتخس متين سبعة وستين ألف فمعنى كده ان هي خست في السنتين دول قد ايه؟ الربعمائة وسبعتاشر والمتين سبعة وتسعين اللي هو عند بداية السنة التالتة فلما تجي تحسب عند السنة التالتة هتقول مليون وربعمائة وستين ألف ونقص اللي خسرناه في السنة الأولى ونقص اللي خسرناه في السنة التانية مضروف في نفس الفاكتور اللي هو تنين على سبعة هتديك مئتين واثناشر. لو جيت حسبتها مئتين واثناشر. عندي تخوش على سنة الرابعة تحسب المئتين واثناشر. فهتقول مليون ربعمائة وستين ناقص ده ناقص ده ناقص ده ناقص ده. هتلاقي ان القيمة اقلت عن ستتميت الف. معنى كده ايه? انك تبدأت تنزل عن السالفتج لاين. فلا يبقى انت كده خلاص وصلت خبطت في السالفتج لاين بتاعك سالفتج فاليو. وهتكمل خط مستقيم. يبقى واقعيا المعدة في السنة التالتة مش هت اقل كل الرقم ده. لا هتقلها يقل شوية. هتحسبها ازاي? اللي هي المليون ربعمائة وستين. النقص اللي انت خسرت في اول سنتين. وطرح منه ستتميت الف. عشان تعفل المتباقي قدقي. فيطلع المتباقي كام? مئة واربع واربعين الف وشوية. فيبقى هي في السنة التالتة هتخص مئة واربع واربعين الف. طب في السنة الرابعة لا خلاص مش هتخص. انها بقت ستريت لاين خلاص. السنة الخمسة وهكذا. السنة السادسة وهكذا. السنة السبعة هكذا. نفس الكل فارجو ان يكون يعني المثال بالارقام موضح للناس الفكرة بتاعت التلات طرق بتاعت الدبشيشن. تمام. تاني كوست عندك هيا الانبسمنت او الفينانس. انت عشان انت تجيب فلوس المعيدة دي. بتجيبها ازاي؟ يئمة ان انت بتاخد قرد من البنك. فدي اللي احنا بنسميها الانتريست كوست او الانتريست شارج الي ان اللي هو ان هو البنك هييدفعك فويت. طبعا حتى دلوقتي مش بنفسك بنتكلم في أخلاقية الفوائد والكلام ده والأوحلال أو حرام أو الكلام ده نحن بنتكلم في الـ practice بتاعت الـ construction بس ده يعني disclaimer يعني أخلاقيا لازم أقوله فأنت هنا بتتكلم على interest charge قدي إنه فنية إنت أنا لو استرفت الفلوس دي البنكة هياخدها مني بكام فوائد فساعتها يبقى ده تكلفة بتاعة الـ ده تكلفة تمويل المعد دي تكلفة الـ finance بتاع المعد أو والله ممكن ما تاخدش من البنك ممكن تاخد من الـ أنت عندك فلوس في الشركة بس هالمعنى كان أنت ما مخسرتش لا أنت خسرت إن الفلوس دي اتجمدت في معدة دلوقتي الفلوس دي أنا كان ممكن أخطها في البنك تجيب لي أرباح أو أحطها في مشروع تاني تجيب لي أرباح أنا عملتش كده أنا خدت الفلوس دي واستثمرتها في معدة كأنني اتجمدتها في معدة فأنت ساعتها بتقول إيه يبقى أنا الـ cost اللي وقعت علي لو أنا عملت الحركة دي تبقى هي الـ cost اللي هي مش cost بقى كمان يعني لو أنت بل لو هتبوصلها حرفيا اللي إيه لأ الفلوس اللي أنا خسرتها بعدم استثماري للفلوس دي يعني لو كنت استثمرت الفلوس دي كان هيجيلي فلوس أنا عملتش كده فالفلوس دي راحت عليا فاليها دي اللي أنت بتقولها إيه الـ companies rate of return اللي يعي العائد على الشركة لو كانت شركة أشغلتها للفلوس دي كان هيجيلها كم العائد عليها كم rate of return اللي هو يعني نسبة العائدة المادي عليك لو انا كنت شغلت الفلوس دي عند وقت ما شغلتاش فكأنني خسرت الفلوس دي فدي اللي هي الـ Inversement Cost إن فسكوا ببساطة إن انت بمنين وحبا بنتكلم على طريقة الـ Average or Investment زي ما احنا قلنا فهتبى الـ Interestate بتاعك مضروف الـ Average Investment تبقى الـ Average Investment ده بحسبه ازاي هو بيعبار عن initial cost اللي هي كانت مسلا في المسال بتاعنا مليون ونص زيادة الـ Salvation اللي هي كانت 600 مقسم على الاتنين أو فيه ناس بتحسيبها بطريقة تانية فيه ناس تقول لك الـ Inversement Cost بتساوي الـ Interest Rate مضروفة في الـ Average Amount Investment طب بنحسيبه زي الـ Average Amount Investment هو بقول لك والله الـ Present Value اللي هي قيمة المعدة النهاردة اللي هو انت بتتكلم وانت شريحة لسه شريحة اللي هي المليون ونص مضروفة في إن زائد واحد اللي عاد عمر المعدة زائد واحد زائد الـ Salvation اللي هي تبقى 600 ألف عندنا مضروفة في إن ناقص واحد اللي هو 7 ناقص واحد لو كلمنا عن المثال السابق مقصومة على اتنين إن دي ساعتها تبقى قيمة على الـ Average Amount Investment فالساعتها دي طريقتين يعني عشان بتجيب قيمة تقريبية للـ Investment بتاعك فدي طرق يعني متعارف عليه ساعات بيوشار في الموضوع ده للـ Companies الـ Capital Cost فعشان تبقى إيه طب إيه الـ Capital Cost اللي هو بينظر إليه إن هو زي الـ Investment Cost الـ Capital Cost اللي هو يعني القيمة المتوسطة بتاعت الـ Financial Options بتاعتك يعني سواء لو أنت هتجيب الـ Returned Earning اللي هو الحاجات الفلوس اللي أنا كنت هكسبها مكسبتهاش أو الـ Debt اللي هي زي ما احنا قلنا اللي هي لو أنا الدينت خدت فلوس أو Equity لو أنا بيعت أسهم من أسهم الشركة فكل دول بيعبروا عن الـ Companies Capital Cost اللي هو زي ما احنا قلنا اللي لو أنت تستعمل الـ Companies Asset أو حتى الـ Bored Money Asset بس هي فكرة في إن هي سعب بيشار الـ Investment Cost بليها الـ Companies Capital Cost ده بس عشان تبقى familiar مع المصطلحات تمام الـ Component اللي بعديها في الـ Ownership Cost كانت الإنشورانس والـ Tax والـ Storage فدول يعني بيقون نسبة مع بعض انت بتحسبها والله الإنشورانس بتبقى غلباً على الليابلتي بتاعت المعدة أو لو تأمين على المعدة لو حصل لها damage فدول بيبقوا التأمينية بتدفحها المعدة كده كده بتدفح سواء المعدة شغالة أو مش شغالة الـ Taxes الـ Taxes الـ Property Tax وهيجي خلافة ممكن حد يسألني لا تبتكاليفة تانية بتاعت المكاسب والكلام ده هقولها بالتفصيل كمان كده سلايد فدقين خليين الكلمة على الـ Taxes فانت بتدفع ضريب الـ Property Tax يعني في النهاية وقال لك كانت الناس كلها حاولت فلوسها الـ Properties ومعادتش تدفع ضريب فانت لقى انت تدفع ضريب على زي مثلا بتدفع مثلا ضريب على الشوء مثلا اللي عندك مثلا أو كلام بين فنفسك فديه Property فانت لما انت حطيت فلوسك في المعدة فبتدفع ضريبة على الـ Property دي نفسه طبع ممكن يكون تقولي لا احنا عندنا في البلد عندنا في الدولة عندنا ما بتدفعش الـ Property Tax على المعدة بتاعتكون Structions خلاص اوكي انا بدي كيس عم بعد كده الـ Cost تاعت الـ Storage الـ Storage بتبقى متكونة من كذا حاجة اول حاجة تكلفة ايجار او امتلاك الـ Facility او الجراش اللي بتحطي في المعدات بتاعتك وتكلفة صيانة هذا الجراش او ادارة هذا الجراش وبعد كده مرتبات الناس اللي شغالة في هذا الجراش سواءً Security سواءً الناس بتحمل المعدات وتحطها والكلام ده اللي هو تكلفة الناس الـ Employees وموضوع الـ Holding بتاع الـ Equipment سواءً داخل لداخل او لخارج الـ Storage وممكن يكون فيه Other Cost Related يعني بس دول المال Items تمام كلمة ممكن تسمحة كتير الناس تقولك المار اللي هو المار اللي هو الـ Attractive Rate of Return فده اللي هو إيه اللي هو الـ Rate of Return أقل Rate of Return يخلي الموضوع attractive بالنسبة لي إنه بدأ أخشش فيه فإيه هو إنه هو فأي أي Rate of Return أقلم المار أنا مش مهتم من ساعتنا أنا داخل خسران أعلم المار أه أبدأ أفكر من ساعتنا بكسب فالمار اللي هو بيعتبر إيه اللي هو بياخد في اعتباره الـ Interest أو الـ Investment اللي احنا قلناها بياخد في اعتباره 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 فده كده الـ Rate of Return فوقهم أبدأ أفكر آه والله الكلام ده attractive بالنسبة لي ممكن أفكر فيه فده بس يعني يعني أنا فوقت أذكر المصطلح ده عشان فيه ناس تعد يدخلوا فتبقى أنت يفاهم لو حد قالك مار تبقى يعني الموضوع مش اختراعين ده المقصوب بالمار تمام أخيراً الـ Repair أو Overhaul أو عمرة للمعدة لو هي مش شغالة فانت ليه حطيت الـ Cost دي مع الـ Ownership Cost نفوت تكون في الـ Operating ده كلام صحيح بس إيه اللي خلال نحطها في الـ Ownership Cost لأن الـ Major Repair أو الـ Overhaul بتغير في قيمة المعدة وبتغير في عمر المعدة فانت مثلا لو عملتش عمرة للمعدة بتاعتك هيك تتتعيش مثلا السبع سنين مثلا بتاعت المثال بتاعه بعناها لو انت جيت عملتلها عمرة في النص السبعة دول بقوا تسعة وشكل الـ Depreciation بتاعها هيختلف فانت غيرت في قيمة المعدة وغيرت في عمر المعدة فده بيخليها تخش تحت الـ Category بتاع الـ Ownership Cost غير كده طبعا معك حق لو انت بتقول ما هي عشان طالما حاجة عليها علاقة بالتشغيل نخليها تابع الـ Operating بس إحنا بنحطها مع الـ Ownership Cost عشان خاطر دي حاجة بتأثر في عمر المعدة فانفرق ما بين الـ Routine أو Minor Repairs اللي حكاته الصغيرة مع الـ Overhose أو Major Repairs اللي هي بتأثر في عمره وكفاءة المعدة فعدده بيعمل Extension for Life فالـ Extension for Life هي دي اللي بتخليك تكونسدر الموضوع على انه كأنك بتـ Invest في معدة جديدة فساعتها لا يبقى ساعتها تبقى ترجعت للـ Ownership Cost ليس الـ Operating Cost تمام كده إحنا غطينا أول طريقة لحساب الـ Ownership Cost اللي هي الـ Average Annual Investment طيب أنا موفكرش بالطريقة دي أنا والله أنا عاوز أشتغل بالـ Time Value طيب نحسبها إزاي؟ إيه الفرق بين الطريقتين؟ في حسابات الـ Cost بتاعت الـ Equipment ماشي، أول حاجة نبدأ بالـ Basics يعني نحط بس شوية مصطلحات كده أو معادلات حيث الناس تبقى فهنا هنتكلم على إيه؟ فـ P P D هي الـ Present Value أو الـ Present Sum of Money يعني أنت ما تقوليش أنا معي مليون جنيه من سنتين لا، لأن المليون جنيه دولي من سنتين دلوقتي قيمتهم أقل من المليون فـ P بتاعتك هتقولي مثلاً فتقولي المليون جنيه من سنتين دول الـ P بتاعتهم أو الـ Present Value دلوقتي تسعمائة ألف مثلاً أي إن كان الرقم فدي الـ P الـ P هي القيمة الحالية للفلوس أي إن كانت الفلوس دي ممكن تقولي أنا هيجيلي فلوس بعد عشر سنين مئة مليون فأنا عاوز أعرف قيمة المئة مليون دول كان دلوقتي يطلعوا مثلاً مئة وعشرين أي إن كان الرقم فخلص، فأنت الـ P ده قيمة الفلوس الوقتي عكسه الـ F الـ F قيمة الفلوس في المستقبل فأنت بتقولي أنا أشتري منك العربية دي هشتري منك المعدة دي بـ 2 مليون وهديك مليون وهقصط لك الباقي مثلاً فأنا أقولك لا، يبقى ساعدت هبيع حالك بـ 2 مليون وربع ليه؟ لأن أصلاً قيمة المليون التي اللي أنت تقصدته دمع على الوقت بتقل فأنا عاوز أحافظ على القيمة دي يعني ساعدتها مثلاً في ناس مثلاً عشان كده مثلاً في ساعة كثيرة مثلاً بقى فيه انفليشن عالي أو تضخم عالي كلامين ده الناس بتربط القيمة العقوب بتاعتها بالدولار يقولك أنا بيعلك الكذا دي بكذا دولار عاوز أنها قيمة الدولار أكثر ثباتاً وفيه ناس بتربطها بالدهب سعب بسعر الدهب أكثر ثباتاً بس اللي شفته أنا أكثر يعني كان بربطها بقيمة الدولار الشغل مثلاً في مصر أو في بلد عربية أو أين كان بس هو ما زال بيربط الشغل بتاعه بالدولار بالذات لو فيه فترات فيها يعني فلوكتشويتشن عالية قوي في سعر الصرف بتاع العملة فديه الـ F وفيه حاجة اسمها الـ A الـ Uniform Amount يعني طب أنا دلوقتي حبيت أن أنا أقسم الـ F دي بقى على دفعات سنوية تبقى كام؟ يعني فعش تجي تقولي خلص اسمها لعادة السنين لا لأن كل سنة ليها الـ Inflation Rate بتاعه فأنا لو حاسبتك على الـ F كلها وقسمتها يبقى أنا كده بظلمك لأن أنا حاسبتك مثلاً في السنة الأولى ما حاسبك على تضخم ست سنين الدفعة الأولى أنت مش مديني الفلوس زي التضخم سنة لا، أنت مديني الفلوس زي التضخم ست سنين فلو أنت هتقسمها على الـ Annual فلا هتختلف فستعدتها أول سنة غير تاني سنة غير تالت سنة غير ربع سنة غير خامس سنة أول سنة وخدف اعتبارها تضخم سنة واحدة ثاني سنة وخدف اعتبارها تضخم سنتين ثالث سنة ثلاث سنين وهكذا فدي اللي هي الـ P والـ F والـ A دول المصطلحات اللي حاب نستعملها في الـ Time Value أتبقى بعد الكلمة تغيرات أمه اتنين الـ I اللي هو الـ Interest Rate أو معدل التضخم أو أي إن كان الـ والـ N اللي هو عاد السنين أو الـ Interest Periods يعني كنت قولي لا أنا بشتغل بـ Interest مثلا كل ستة شهور فخلاص يبقى الـ I بيمثل ستة شهور وساعتها الـ N هو عاد لو مثلا المعدة مثلا ستة سنين زي ما احنا بنقول بساعتها الـ N بكام؟ الـ N بـ 12 إن ساعتنا الـ Period عندنا الـ 1 بـ 6 شهور مش بسنة كاملة بس فدي كده الـ Basics بتاع الـ Time Value طب بنحسيبها إزاي؟ محتاجين بردنا شوية شوية حسابات ففيه إحنا بنتعامل في الغالب بالـ Compound Interest يعني إيه؟ إنت بتدفع ما بتدفعش الـ Interest أو بتدفعش الفوائد على القيمة الأصلية لا إنت بتدفع على القيمة الأصلية زائد الفوائد الأديم فالـ Interest عبارة عن إيه؟ لو مثلا إيه؟ مثلا إنت مديون لي إنت مثلا بتشتري مثلا حاجة فإنت مثلا ما بتقولش الفوائد 10% من القيمة الأصلية لا إذا أنت تأخرت فتبقى الفوائد 10% من القيمة الأصلية زائد الفوائد المتأخرة فتاخد دول زائد بعض تاخد منه قيمة الفوائد الجديد فعشان كده هي عبارة عن P في واحد زائد I to support N وتقسم منها P عشان تجيب بس pure الفوائد فقط مش total القيمة الكلية طيب غير كده بنحسب بقى P والـ A والـ F ازاي؟ هما ثلاث معادلات سهلين فالـ P إنت والله لو أنت عايز تجيب present value وعندك الـ A أو العكس عاوز يعني ممكن تقلب المعادلة وتجيب A من الـ P فإنت في النهاية الـ present value بتساوي القيمة السنوية مضروبة فيه وواحد زائد الـ interest rate to the power N لو عادة السنين مقس واحد مقسوم على I في واحد زائد I to the power N نفس المعادلة مشابهة مع الـ F ومعادلة بسيطة ما بين الـ F والـ P فدول الترات معادلات بيساعدوك التحول من هنا لهن لهن طيب فهمناك الكلام ده كده؟ بعد كده طيب ايه علاقة ده بالـ equipment cost قالك بص يا سيتي انت دلوقتي خلينا نخل بدل ما انت بتحسب مثلا الـ depreciation cost انت بتقول لا انا دفعت من جيبي النهاردة كزا عشان اشتغل المعدة تعالى مثلا انك مثلا دفعت مليون خلاص انا دفعت مليون فانت والله بتشوف المليون دول هتقسمهم على الـ 6 السنين بتوعك تشوف والله الايه بتاعتهم بكم انت في النهاية انت عاوز تكيب تكلفة المعدة في الساعة فانت هتقسم مليون دول بالمعادلة بتاعتك بيزدع الـ i بتاعتك والـ n بتاعتك اللي هي هنا بـ 6 مثلا وانت بتقول والله هتقسم في النهاية وقف علي بـ x كل سنة فدي كده ده ايه فالـ x دي هي مجرد مجرد او بلاش x نخليها استني واحدة من المستح خلينا نسميها P بس P دي مش اللي هي present بقى وكلام من دي P اللي هي الـ purchase فدي الـ purchase cost بتاعتك طيب ايه تاني طيب ده كده فلوس انا افلعته بس انا فيه كمان فلوس هتجيلي من المستقبل لسه مجلت ليش هتجيلي بعد 6 سنين فانا محتاج برضه احاول الفلوس اللي هتجيلي بعد 6 سنين دول لدفعات سنوية فيبقى والله P ناقص S ليه S دي هي الـ salvage مش هي الفلوس اللي هتجيلي دي هي الـ salvage بس وبعد كده والله ازود عليها تكلفة الـ storage والـ taxes والكلام ده مثلا نسميها T مثلا ايان كان وهكذا فانت بدل ما نعمل بطريقة تانية انت ببقى عندك الـ average investment وبتضرب فيها النسب لا انت بتاخد كل تكلفة بتتفحها وبتقعد تجيب الـ time value بتاعتها قد ايه وتقسمها على السنين بتاعتك فدي الفكرة منها طيب لو انت استعملت الطريقة دي او كمنظور عام بعيدا احطت على الطريقة دي ساعات لو بنيجي بنتعامل مع الـ depreciation بتعامل معها بشكل مختلف يعني احنا قلنا ايه يعني في الطريقة في الشرح الاولاني كوانا بنتكلم ان انت عندك القيمة والـ depreciation دي بتحسبك كخسير انا اول سنة خسرت كذا ثانية سنة خسرت كذا ثلاث سنة خسرت كذا فيه ناس بتحسبها بطريقة تانية بتقولك لا انا بحسبها كتوفير في الضرائب يعني انا هاخد الـ value بتاعت الشراء زي ما هي مش هنقص منها حاجة مش هحط عليها depreciation يعني هي مليون انا وزعت المليون مع انها مع ان قيمة المعدة اصلا في اول سنة ما بقتش مليون ما فيه خسار تانية او فيه قيم تانية مفوضة حطها فلا انا هاوز على المليون زي ما هي وبدلا ما الـ depreciation هحطها هنا لا انا هخلي الـ depreciation تسمع في الضرائب هشوف الضرائب هتقل لقد ايه لان الضرائب بتاخد من الـ depreciation ايوا الدرائب بتاخد قيمتها كنسبة من القيمة المخفضة مش مقيمة الليل بتاعت المعدة وهي جديدة خالص فهو بيتكلمه بزرد لان بتتكلم من منظور محاسبي لو انت تعمل الورق والمحاسبات بتاع الشركة ما الـ depreciation ده بيتم تخفيضه من net profit ودي حتة تانية عشان كلا ما كنت بتكلم على موضوع بنتكلم على انه taxes بالضبط فمسلا لو انت بتتكلم على property taxes حاجة ولما بتتكلم على taxes المرتبطة بالnet profit فلا في ساعتها بنتكلم في الكلام تانية فدي جزئية الجزئية التانية انت لما بتعمل فلما net profit بيقل لان انا خسرت فلوس في تهالك المعدة ده في النهاية لما net profit بيقل انا بيهو بياخد ضرائب من net profit ده فساعتها by default والطبيعي ان التاكس نفسها هتقل معي فمعنى كده ان هيحصل saving في التاكسز عن طريق depreciation اللي حصلت عشان خاطر هي قللت الـ profit بتاعي فانت كأنك يعني خلت الـ depreciation تسمع في الحزبة بس بطريقة مختلفة فساعتها لو انت بتحسب الـ tax saving هتبقى برا عن ايه الـ depreciated amount او الكمية اللي هي تهلكت مضروبة في الـ tax rate اللي هو الضريبة مثلا 10%, 15%, 20% و هتعمل ايه هتروح طريحها كمان دي ساعتها مثلا نسميها TXS ده مش حاجة standard ده مقلفه حالا يعني شان محدش يخده ان هو standard فانت بتعمل ايه فاللي بالموجب ده اللي انت بتدفعه واللي بالسالب اللي هيجيلك او بتوفره تجمع دول مع بعض هيدوك نفس الـ ownership cost اللي احنا كنا بنحسب فيها قبل كده بس فتقفل في الحالة دي الـ ownership cost هتقبار عن purchase cost بدل ما احنا كنا في الطريقة الاولية كنا بقول ايه؟ كنا بقول ايه؟ كنا بقول depreciation هتا فيه اختلاف انها depreciation بتسمع في الحالة تانية فهنا بتقول purchase cost زائد الـ insurance بتاعك والـ storage زائد الـ major overhauls والكلام ده ناقص الـ salvage ناقص الـ tax بكده انت حسبتها بطريقة مختلفة فدي كده هنغطينا الطريقتين طريقة الـ average annual investment و الـ time value بتاعت الفلوس بس انا هوقفل هنا النهاردة انه لسه محتاج اناقش معاكو الـ operating cost بقى وناقش معاكو الـ decision بتاع الـ بتاعتقرر ان انت تـ buy او rent او lease وهفتح يعني مش هاشر حكتر من كده في حاجات تانية مثلا حاجات مثلا زي الـ balancing بتاع الشغل والكلام ده انه ده هيبقى اكتر كده كده اني بدي كورس equipment ممكن ان شاء الله يعني اللي ربنا ادي انا الصحة والطولة في العمر بعد من خلاص الكورس ده ممكن يبقى الكورس الجاي مثلا equipment cost ساعتين الكلام في حاجات دي بالتفصيل بقى اسف كورس equipment management ساعتين ممكن الكلام في حاجات دي بالتفصيل بس فانا اوقف لحد هنا دلوقتي واهلا بالاسئلة ساعتين شوكم الحاجة دي دكتور اتمنى الى احد عنه سويل يا ماريز هند بعد اسمع دكتور مراء كنت بتتكلم مع حضرك في الاول دكتور مراء كنت بتكلم مع حضرك في الاول انا كنت عايز اقول لحضر الحاجة هو الكل الكورس بتاع النهاردة انا افتكرت احنا احنا خدنا في مادة اسمه economic engineering السنة دي بردو جميل خدنا كورسين management و economic engineering انا بردو الجزء بتاع ان احنا بناخد اربع مواد في اخر السنة خالص دي اللي هي بتاعت الاختياري انا مش متأكرا عنها بمواد كان بالزبط بس احنا فيه ثلاث مواد بتتفتح والثلاث مواد بتتفتح لو هاخد مشروع التخارج من management بس كان بالزبط انا هتأكد وقول لحضر الحاجة مرة الجاية عشانه يكون بالكامعة انا بس انا فين السؤال انا عايز سؤال في حاجة بقى انا دلوقتي لما ااخد مشروع التخارج structure واخد مواد اللي انا يعني الكورسين اللي انا هاخدها اللي هي مثلا نقصاني في construction management وبعد التخارج بعد ما اشتغلت structure حبيت ان انا اخدش مجال management هل بيبقى فيها مشكلة ولا عادي تمام انت طبيعي يعني هتكون اقل من زميلك شوية اللي هو في management ان هو ااخد كورسات اكتر منك فممارس اكتر منك عمل مشروع اكتر منك ده طبيعي بس هل معنى كده ان الحياة يعني لا فخلاص انت ممكن لو انت عاودت تشتغل انت تتكلم على ايه management موقع ولا management برضو planning وكلام منك خلاص يعني ممكن انت عاوضها بكورس وقت يعني ممكن مثلا لو انت مثلا خدت كورس في مكان ما يعني من الناس بتحب الحاجات المعتمدة مثلا فممكن تاخده اللي هو ال PRMG اللي هو الكورس لل PMP اي ان كان هتاخده فين يعني اما عافش ان كان في مكان تاني بيدي غريسي ولا او ممكن تشتغل سنتين ثلاثة مثلا وبعدك تذكر مع نفسك وتاخد ال PMP يعني انت ممكن يعني خلاص انا مثلا شرحت شرحت الكلام هنا اريدي فانت خلاص انت مش محتاج انت تاخد كورس ولا اي حاجة تخش تمتحنا على طول في PMP مثلا اي ان كان بس طبيعي وانت لسه خريج هو هيكون ليه اتجي عليك هو هيكون يعني عنده ميزة تنفسية ده طبيعي ان الراجل درس وعمل مشروع وكلام منه انت عملت درسته وعملت مشروعه في حاجات تانية فانه هشتغل لك ليه عندي بلانر يعني ايه في النهاية طبعا فيه ناس يعني بتتغضع الموضوع لو انت شاطر يعني مثلا لو طلب متفوق كلام من ده مثلا وقل لك خلاص هو هيتعلم يعني مش خطراع زي اقول لو شافك انت يعني هتبقى اضافة كبيرة للشركة وقل لك خلاص نصبر عليه شهر شهرين يتعلم وسهل بس بشكل عام لا اول طبعا زي ميلك المتخرج من الماينور بتاعه هيكون هيكون اعلى منك ده طبيعية زي ما انت اعلى منه في ده في نظرية مع الوقت كل ما ما انت اصلا بتتقدم في كل ما بتضاء القيمة الحاجات القديمة يعني انت مسلا اشتغلت مسلا في مشروع كبير جدا جدا محدش هيبص والله انت اخريك كلية ايه بعد كده انت راجل خبرة عشر سنين شغل في مشاريع عملاقة مع شركة عملاقة محدش هيهتمه هو خريج هندسة ايه اصلا ولكن انت قديره ايه ان خلاص الناس بتبص النسعته خلاص هو انا بعلمك عشان تعرف تنتج فانت قريدي عندك في الخبرة بتاعتك دليل ان انت انتجت فانا مش محتاجة بص بقى كانت اتعلم ازاي ما هو الراجل الحمدلله انت جواه مطلع شغلك كويس فانت كل ما تتقدم في الشغل مع الوقت كل ما قيمة الدراسات بتاعتك بتايل ايه لو انت بعملت ماجستيرت تاني بعدية الكلام من ده بتبقى حاجة حديثة فسيئة الموضوع بيختلف ارجو انكم شكرا جدا حضر العفو هل في اي سؤال تاني اتمنى حضراتك تعملوا ريزها ندر الاسئلين اتمنى حضراتك الاسئلين اتمنى حضراتك ندر الاسئلة ندر الاسئلة ضرراتك ندر الاسئلين اوى 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 يا اما يعني شرحي كان سيء اوى اوى والناس ضاعته خالص يعني ربولي بسر. طب المحدس رضا تفضل. والمحدس بحامد بلاي المالك ان شاء الله. السلام عليكم. باش مانس حالك. الحمد لله. خبرك ايه? الله يا كلمة. هو بس استفسر بخصوص الاكزامبل اللي حدك شرحته. في المعدة اللي مانا تقريبا يعني وللت تقريبا مليون ونصة او كده. مميش. وكان اتصال بتاعتك هتسلمها ستموية الف الاخر. مميش. وهذاك ذكرت ان الطايرز حوالي اه اربعين الف. تمام? تمام. اه ليه حالك لما قلت قلت ليه ليه طرحت منها الطايرز? لان المعدة عمرها قد ايه? سبع سنين. صح? طب ماشي. هل الكاويتش عمره سبع سنين? ولا اقل بكتير بالمعدة? لا اقل طبعا اقل كتير طبعا. بالزبط. او انا بكهل بكتير مش ديها تقريبا هي اللي اعتبر اللي انا نشاريها بيها. صح? اللي لا لا. الكاويتش هل الكاويتش التهالك بتاعه او بتاعه? لي علاقة بالمعدة? لي علاقة بالمعدة ولا ده مفاصل بيتهالك لوحده وبنجيب كاويتش جديد لوحده. الواحد طبعا بختلف عن المعدة كتير طبعا. بالزبط. فانا عشان كده راح تقمته. انت انا بتشتري المعدة? ما ببعلكش المعدة من غير كاويتش. انت لا يعني المليون ونص دي لما اشتشرتها بحلك بالكاويتش. بس انت انت عاوز تفصل الكاويتش عن الحسابات. لان الكاويتش ليه حسابات منفصلة خلص. لان هو التهالك ده بتاع المعدة. كاويتش تهالكاته مختلفة تمام. اعتبرت ان هو جزء المعدة بس حاجة عشان هي تمانها غالي شوية وسبشها شوية بتتغير بالاستمرار? لا لا مش ركاية مش ركاية بتتغير بالاستمرار. البيهيفير بتاع التهالك ده ده خاص بالمعدة. السلوك اللي هو قمته بيخليها تقل لحد ستمائة الف في الاخر ده سلوك المعدة نفسه. انما الكاويتش هي نعم جزء من المعدة. بس هو ليه سلوك مختلف تماما. يعني السلوك ده لو انت مثلا شغال في محكر الكلام من ده هتلاقي الكاويتش يعني فترة إلا جدا انهار. اجيب كاويتش كليل هينهار وهكذا. فهو ليه حزبة مختلفة. هيخش في الكوست التوتال في الاخر. يعني في الهي لما احسب كل التوتال كوست بتاعت المعدة هنشوف ازاي بندخاله. انما الى ان يعني نوصل للنقطة دي هو لا هو ليه سلوك منفصل وليه حزبة منفصل. عشان كده انا بطرحه. انه ده ليه حزبة لوحده. انا بحسب الهي المعدة بعد الكاويتش بس. تمام. تمام. العافو. انا بحسب الهي المهندس محمد بلايل. انا بحسب الهي. شكراً, شكراً، حتى بركض. عليك, سلامحك. سلامحك. شكراً في البداية على مجهورPon exposure. و يا رب دائمًا كده فيما زين ما يتخدم إن شاء الله. ان شاء الله. فضل. اللي خلي. رحلية د thank you était told, كلمة ما ينفعش إلا عنها أو ينفع إلا عنها دي يعني بتأخذ في اعتباراتها حاجات أكبر بكتير من المار أنت ممكن تخش مشروع خسران أصلا وانت هتخش عشان وانت عفو انت خسران وانت داخل أقل من المار بس انت داخل عشان خطر انت لو ما دخلتش هتعطر مفيش شوخ لأصلا فلا أخسر مثلا مليون أحسن مفضل عطلان خالص ولا نفس الشركة بتقفل خالص واخسر ملايين لملايين واصرح العمال وبيع المعدات بس نظرياً آه نظرياً ده الميلموم أتركتيف ريتو فيتير ده أقل يعني ده أقل يعني عائد جذاب أقل من كده يعني بشتغل بخسار آه تمام بس طيب تمام شكرا دكتور ربنا خليك العفو العفو الله خليك شكرا العفو في أغلب الشركات بيحطها قسم مالي للشركة وبكده بنلاقي إحنا ك قسم تسعير شغالين بطريقة مختلفة عنهم وده بيخلي مفيش دقة في حسابات التكاليف هل ده غلط ولا جال عادي أصلاً ولا المفروض إحنا بنحسب بطريقتهم وخلاص آم لأ ما دي الحتة اللي أنا قلتها هنا يعني أنا طبعا ما عاوشي شركة التكسيستيما تشغالي إزاي بس نظرياً في الحالة اللي هي المثالية أو الأيديال أنت بتحسب مرتين الإهلاك مرة عشان الضرائب وده بيعملوا الناس بتوع المالي وقول لك والله الإهلاك كذا ومرة تانية حسبتك أنت الشخصية يعني في النهاية أنا عاوز أحسب أنا بعمل استيميتينج أنا هدفع كام وكده بعد كده بعمل طريقة تانية وبعد كده بعمل استيميت تاني بتاع الضرائب هي الضرائب تطلبت بالطريقة دي خلاص عمل لها بالطريقة دي دي قصة مختلفة بس أنا بحتاج برضو أعمل استيميت لي أنا عشان أفهم أنا دافع كام فلما باجي ببحث بالضريبة تكلفة الضريبة علي خلاص بابش بتالية إهلاك بتاعته يعني الضريبة مثلا ممكن تكون مثلا زلمانية بتعتبر المعدة بتاعتي مثلا قيمتها ثلاثة مليون وينام هي قيمتها اثنين مليون أو الضريبة تكون كرماني هي ما اعتبر المعدة بتاعتي قيمتها اثنين مليون وهي ثلاثة مليون فبياخد مني الضريبة أقال بس في النهاية فانت بممكن يعني تعمل حزبتين لنفس الحاجة بس مرة الحزبة دي بتعملها عشان خطر الضريب في الإهلاك ومرة تانية بتعملها عشانك انت بقى تحسب الكوست عليك انت بكام فانت بتحسب الأكش والدبريشيش انت توافق مع المعدة بتاعتك مش مع الناس بتوع الضريب اظن يعني انا كده يعني جاوبت على نقطته لو انا ما جاوبتش يقول لي محندس لطف بيقول كيف هنقرر الأفضل هي استئجار معدى من شرائقها المحاضرة الجيان شاء الله ان الموضوع طويل يعني احنا زي ما نقولت انا النهاردة يعني شرحت اول جزء من الكوست بوك المحاضرة الجيان شاء الله هشرح تاني جزء من الكوست وان شاء الله هلحق ان انا اتكلم بازاي نقرر بقى تمام في كاذا يا مهندس بيسأل على السلويتس كبيدياف هل متاحة كنت كلسي بتكلم مع عمر بشمهندس محمد في الموضوع ده انا بحاولي خليها متاحة انا بس محتاجة اتأكد من شوية حاجات ليه علاقة بحقوق الملكية وكده عشان الناس يعني انا مثلا خدت مثلا 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 معينة من مرجع ما فاني محتاجة اتأكد بس انه يعني كفرينج الموضوع ده بشكل كويس بحيث مظلمش حد من الناس يعني وبقاش خد حقه ومحتاج برضو اعمل استانداريزيشن للريفرنس لست انو حس في نهاية مجموعة المصادر لازم بيكون ماشي على استاندارد معين ما ينفعش حط لينك مثلا وخلاص كده لا لازم بيكون ليها استاندارد معينة فمحتاجة انو اعطى تزبطها فلو ان شاء الله عندي وقت بس اعطى تزبطها واول ما اتأكد من الموضوع السامر الرحيم ان بس اقدي الناس حقه في موضوع اللي هو الريفرنس والكلام ده اتأكدت خلاص هرفع كل حاجة على الجروب بتاعك سعيدة للتوفيق اتفضل السلام عليكم وعليكم وسلامة الله وبركاتكم اهنا بس وانس مروان اهنا بحديك بس وانس انقوارنا جدا وبنشكرك على العلم الغزير وربنا يعني يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله الله يبارك في حضرتك بس هو السؤال برضو بالنسبة للا ان احنا بنخصم قيمة التايرز اه 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 تب اشمعنا ليه اختاروا التايرز ما ممكن مثلا واحد يقولك البطاريات واحد يقولك اه اجزاء بتتاكل فيه بالضبط بالضبط فيه اختار الكويتش بالذات يعني انا مثلا حضرتك امريكي ولا ده معادلة عامة حضرتك هي معادلة عامة بس حضرتك اشرت النقطة مهمة برضو كنت هقول ان شاء الله في المحاضرة الجاي بس ان حضرتك سبقتنا مفيش مشكلة يعني ساعات كمان بتشيل الكوست بتاعت الحاجات اللي هي بتتاكل بسرعة يعني مثلا سكينة اللودر مثلا لو انت شغال في محجر مثلا وحجر وكلام بتتكسر بسرعة فساعتها لا عمرها مختلف عن عمر المعدة نفس الكلام مثلا لو جريدر مثلا وشغال في تربة ساعة فسكنته ببوز مثلا فساعتها برضو هو كمان بتفسير عن عمر المعدة ففي النهاية انت بتحسب اتهالك للحاجة اللي نظريا ما عدا الـ حاجة اللي نظريا يعني هي جزء من المعدة وفي نفس الوقت يعني نظرية ممكن تعيش طول عمر المعدة الا لو انت بتتعامل معها يعني بشكل مختلف فاللحظات يجبت له حاجة زي البطاريات حاجة زي الزيت كلام من ده لا دي بناخدها في المنتر دواطر فدي بناخدها في الـ يعني خلاص انت حتى لو غيرت الضفر الضفر ده قيمته قد ايه بالنسبة للمعدة كلام يعني كلام فاضي بالنسبة لسعر المعدة نفسه عشان كيها بتحط في الـ بينما الـ هي لو المعد وقف على الارض هتدفع ولا مش تدفع؟ هتدفع يعني إنما الـ لا لو المعد وقف على الارض بتشتغلش مش تدفع الـ وعسان كده كلام ده مترحل الـ الـ الضوافر مترحل الـ الحاجة الوحيدة اللي لم ترحلتش الـ هي العمرة عشان زي ما أنا قلت العمرة بتمد في عمر المعدة فبتلعب في المعدة نفسه فمحتاجين نحطها مع الـ أسان باتكلمة دكتور برضو في حالة المكان الأنفاق القطر هيد بتاع المكانة في أجزاء بتتأكل مع كل الـ معدات خاصة زي دي أنا بتكلم عن معدات عامة لها بتاعت الناس المساكين اللي بيشتغلوا في تركات صغيرة لو طبعاً الحاجات متخصية جداً زي المعدات دي معدات دي أصلاً ممكن معدات النافادي أصلاً مفاش كوتشات أصلاً ممكن تكون ماشي بشكل مختلف أو ماشي بجنزير أصلاً أو بالضبط بالضبط فدي لي حزبة مختلفة بالضبط فدي لي حزبة مختلفة بس انت بتاخد نفس الـ المبدأ أنا ما عندش كوتش بس أنا عندي والكوترهيد دي بتتهلك زي ما الكوتش بتتهلك كده بسرعة غير المعدة دي نفسه فخلص فأنت هتعتبر الكوترهيد دي ساعتها كأنها الكوتش بتاعك وتعمل الكوترهيد دي معملك الكوتش هو نفس الـ فحل ديك أه ممكن تطبقوا على الحاجات تانية فانها بتطبقوا على الحاجات الصغيرة زي البطارية كلام من ده لأ ده تبع الـ انما حاجة كبيرة زي الكوتش إن الكوتش بقى غالي حاجة زي الكاتر هاد بتاع المكانة لا دي حاجة مهمة دي قيمة لوحدة فبتفصلها مني تمام السؤال تاني يا دكتور بالنسبة القيمة الايجارية يعني احنا خدنا دلوقتي ازاي نحسب قيمة الاهلاك لو انا بقى الشارع معدة انه بغرض انه انا هأجرها عاوز اعرف المعادلة بتاعت كيفية حساب القيمة الايجارية يعني انت المعادلة بتاعتك كنت هتأجرها للناس صح ده اصدق اه اه وهأجرها بكام عشان تبقى اه تبقى يعني ايكونومت بالنسبة لي يا غالبا هتبقى نفس الكلام يعني انت في النهاية بتتكلم انت هتحسب الكوست اللي عليك طبعا مع الاختلاف هل انت هتأجرها المعادلة ولا يعني هل انت بتطلع الحفار مثلا بالسواق بتاعه وانت المسؤول عن صيانته تصينه وانت المسؤول عن بنزينه فلو كده مثلا هتحسب الكوست دي زي ما هي كده سواءا الانرشيب او الانرشيب وهتزود عليها المارجين بتاعك المارجين بتاعك بقى ده هو بنرجع بقى الاول خالص وشوفوا المارجين بتاعك انت هتحط مارجين بتاعك شكله ايه هتحط ربح حبة ربح بعد كده عندك حبة overhead office overhead من في النهاية الموظفين اللي شغالين في الشركة نهاية تبع عثمان والتعاقدات والكلام ده فالساعة بتدخل overheads بتاعتك فانت كأنك يعني ما عندكش direct cost غير equipment cost بس هي بس دي الكوست الوحيدة اللي مجودة بقى دي direct بس وتعمل معي عادي عندك اندارة cost اللي عندك اللي هي الهوامش بتاعتك بتاعت ال office بتاعك كلامين ده وعندك الربح بتاعك تمام شكرا يا فن قد تحت عمرك صابق طيب دكتور في مشمول موعددس احمد الوزيري بيقول بعد ازنك دكتور لو حد حبي بيخد مصر معنش نت حضرتك ترشح اي جامعة في مصر واي افضل البرامج المتيحة للمصر حاليا أنا فعلا مش متابع الدنيا في مصر مش ازاي فلو كلمتها يعني متابع لحد ما بس هيبقى مش دك كلام الثقة يعني فأنا يعني بنقلع له اعلن فقد افتعي تمام في محندس مش موزي يقول لو سمحت كنت بسأل عن افضل طريقة والاقرب الى الواقع لحساب الاهلاك اثناء حساب تكلفة البند تكلفة ايه تكلفة البند البند بند ايه بالضبط بكلم عن ايه طريقة لحساب الاهلاك تكلفة البند كنت بسأل عن افضل طريقة والاقرب الى الواقع لحساب الاهلاك اثناء حساب تكلفة البند انا هفترض ان انت سؤالك على الديبشيشن ولو انت سؤالك مختلف يا ريت توضح البشواندس محمد وانا هجاوب مثل لو سؤالك على الديبشيشن تاني لو هنتكلم يعني في الظروف المثالية لربما تكون مثلا sum of your digits method او double declining بس ما تخليهاش مثلا double تخليها factor تاني على حسب الشركة بتاعتك وحسب واقع السوق يكونوا دول اقرب للواقع من straight line method بس تاني زي ما احنا قلنا ورينا حالات كتير انت عندك متغيرات كتير جدا بتخدها في اعتبارك فعلى حسب السوق شكله ايه يعني تاني مين يتخيل مثلا ان المعدة ممكن قيمتها تعلى ده حصل واحنا عاشتناه في فترة مثلا 2016-17-18-19 لو انت كنت الشارع قبل التدخم اللي حصل فلا انت المعدة تنبارح شارعها ب2 مليون بكرة بيحها ب2 مليون ونص عشان خاطر الجديدة اللي جاية 3 مليون فتاني فانت جزء من البيئة ففكرة احسن واسهل وكلام ده يعني انا اظن ان اغلب الناس اللي هنا يعني الناس professional يعني اللي يسمعون ايه الناس يشتغلوا في السوق فهم كلهم مدركين فكرة احسن دي اممكن واحنا طلبة بنقولها اخد دي احسن طريقة بس لما تشتغل لا على حسب الظروف الماركت اللي انت تشغل فيه بتبع عاملة ازاي فالاقرب الواقع يعني بشكل نظري لربما ما تكون او الدابل دي كلاننج بس ممكن ما تخليهاش دبل تخليها حاجة تانية حسب الفاكتور حسب الشركة بتاعتك والاقصاد اللي انت تشغل فيه ولكن واقعيا لكن احسن واحدة لأ يعني على حسب الواقع اللي انت فيه يعني ممكن دي بقى بيحصل ديسترشان كتير تلاقي اللي الريال الوحيدة اللي ممكن تسعيفك في الموضوع ده ولو ان ده قليل يعني بس انا مجرد يعني بدي مجرد يعني بدي مجموعة محاضرات عن الطابق يعني انا معملش حاجة معتمدة انا ما عشفها من اي سي 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 بي ده هو اصدق الكورسي بتاع الكورسي بتاع الكورسي سي 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 بي لو هو يحب ممكن يبعثلي زي الليستة بتاعت التوبيكس التوبيكليست بتاعت السي سي بي وابص عليها واقرن وقول له اه دي انا بغطيها دي انا بغطيها اش كلام من ده يعني ممكن مش مشكلة اصدق الكورسي وبروفشنر انا افكرت هو المرط آآ مهندس آآ بيسأل في سؤال هل في مدة معينة أقدر أحسب أحسب لها إهلاك مش فاهم السؤال المهندس محمد حارس بيقول هل في مدة معينة أقدر أحسب لها إهلاك عن مشروع يعني مثلا أكثر من ثلاث شهور أقدر أحسب إهلاك على المدة وأقل من كده بحسب لها إيجار فقط مثلا ولا ممكن أحسب إهلاك باليوم إحنا بنحسب إهلاك بالساعة يعني لما نكمل في الشغل بتاعنا يعني إحنا بنقول يعني إحنا في الوقتي قلنا في المثال دي كلها لما كنا بنتكلم كنا بنتكلم غالبا بشكل سنوي أو بطايم بريد معينة على حسب مثلا الـ inflation intervals بتوع كنا بتشتغل عليه في شركات تقول لك لا أنا بشتغل بـ intervals مثلا 6 شهور أو في ماركس يقول لك لا على حسب حساسية حتى السوق حسب حساسية الصناعة في عاجات مثلا مثلا very sensitive فعلى حسب الـ intervals بتوعك بس أنت بعد ما بتحسب الـ intervals دي أنت بتقسمها يعني أنت بتقول والله خلاص يعني لو تكلمنا مثلا في المثال بتاعنا ده مثلا أنت قلت مثلا أنا بهلك مثلا لو استعملت الـ straight line method اللي قلناه هنا أنا بهلك 122 ألف وشوية بس ده في السنة أنت بعد كده بتسياحهم أو بتفردهم على الساعة بحساس أنت في النهاية بتحسب الـ cost في الساعة قد إيه أن المعدة في النهاية لما بديجي نتكلم على في نهاية حسبة الـ cost كلها أنت في النهاية بتتكلم على equipment cost rate مضروف في وقت فالوقت اللي هو الوقت اللي تشتغل فيه المعدة فده يقيمة باليوم يقيمة بالساعة فأنت في النهاية بتصغر قيمة الـ cost في النهاية بتبقى تكلفة الـ depreciation في الساعة أو في اليوم على حسب دي على حسب مضروبة في إيه بس في النهاية لا يعني هي في النهاية أنا فهم أصدق كtime interval الـ interval نفسه اللي بتحسب عليه لا ممكن يكون في الغالب سنة أو ساعات بتقللها الشركات بتقللها مثلا كل ست شهور بيعملوا الدورات مختلفة للـ interest أو ثلاث شهور أو أي أن كان فأنت كل دورة بتحسب بعد كده مجرد بتحسب الدورة بتسيح بقى أو بتفرد الـ total بتاع الدورة دي على بحيث تبقى كذا باليوم أو كذا في الساعة أرجو أن أكون إجابة وضحية حال بشي ما أنصر دا عندي سؤال بشي ما أنصر دا تفضل بشي ما أنصر دا تمام آآ شكرا دكتور مراون تمام آآ شكرا جزيلا على بشي ما يستمعوا ونشوفك يوم الخميس إن شاء الله إن شاء الله محاضرات يومية كل الاتنين وخميس بإذن الله آآ انتظر قعدة إن شاء الله تكون ملت الاستبيان عشان الشهادات في آخر بعد انتهاء الكورس بإذن الله شكرا شكرا لحراج جدا شكرا وإياكم السلام عليكم مع رأيكم السلام آآ المحاضرات آآ كل يوم اتنين وخميس محاضرات الكوست السميتين كل يوم اتنين وخميس إن شاء الله تمامي مساء بتوقيت مصر وكل دا موجود في الكالندر وموجود في وموجود في الجروب موجود في كل بكرة إن شاء الله في محاضرة مهمة جدا برضو فأتمنى أنا ما اشارت اللينك بتاعها فأتمنى إن شاء الله تشرفونا بالحضور بإذن الله تمامي ما سيبتوا اتقار